على مر التاريخ اعتبر الاغتصاب والعنف الجنسي كوسيلة من وسائل الحرب أو نتيجة حتمية للحرب له عواقب مهمة جداً وخطيرة منها على الفتيان والفتيات على الرجال والنساء على الأسر ولكن أيضاً على مجتمعات بأسرها اعتبر الاغتصاب والعنف الجنسي من الجرائم الجنائية الدولية الأكثر خطورة من ضمنها جريمة الحرب جريمة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية كما يعتبر هذا النوع من الجرائم الخطيرة جداً كجريمة التعذيب أو جرائم أخرى من القانون الخاص بحقوق الإنسان المحاسبة مهمة جداً فندعو الدول بشكل خاص إلى تفعيل التعريف والتجريم الخاص بهذه الجريمة الخطيرة وتفعيل مسألة جلب المرتكبين لهذه الجرائم الخطيرة أمام المحاكمة ترجمة نانسي قنقر